برضو اتسم الحديث بالواقعية وباحترام المنافس واتسم أيضا كان يتمنى يكون فيه جمهور ولكن التحدث أن في الآخر الكورة في الملعب يعني الهلال حلع بشخصيته وعنده شخصية مميزة ونادي كبير وده حقيقنا هو الهلال مش بنقابله أول مرة دايما مطشط الأهل والهلال بتبقى مطشط قوية وفيها تكافؤ نتمنى أن تخرج بشكل طيب وخلوا بالكم النقطة مش عادي نتكبر الأمور قوي لهنا ولا هناك ولا هي حاجة ده أول مباراة في دور المجموعات يعني أي نتيجة حتحدث لا هي حتضمن لك الحسم ولا هي حبيع فرصك صحيح فأرجو أن نحن يعني نتعامل من هذا المنظور جميعا ونخلي الرياضة مرة تقودنا إلى الصح طيب دي المجموعة الأولى يا جماعة دي المجموعة الأولى كان المفروض الآلة هيلعب في الجولة الأولى مع المريخ وتأجلت المباراة لخمسة مارس عشان مشاركة الأهل في كأس العالم لكن الهلال لعب مع ساندونز وخسر فأصبحت هذه المجموعة في صدرتها ساندونز الجنوب الأفريقي بثلاث نقط ساندونز جاء القاهرة بس جاء القاهرة مش هيلعب الأهلي هيلعب المريخ المريخ كان طلب من النادي الآلي أنه النادي الآلي يستضيف مباراة نادي المريخ في القاهرة على ملعب الأهلي والسلام والنادي الآلي رحب به ولباله طلبه فالمريخ هيستضيف ساندونز يوم السبت في ملعب الأهلي والسلام السلام. ده في الجولة التانية اللي فيها الاهلي هيحل ضيفا على الهلال الشقيق في الخرطوم الساعة الثلاثة عصر الجمعة ان شاء الله. هذه المجموعة عشان اقول لحضراتكم مباريات الجمعة. مباريات الجمعة الهلال والاهلي في ملعب الجوهرة في الساعة الثلاثة. سطيف الجزائري حيستضيف الرجاء المغربي الساعة تسعة مساء. وامازول الجنوب افريقي حيلعب حوريا غينيا كوناكري الساعة تسعة. يعني بكرة الجمعة في مارش الساعة تلاتة ومارشين الساعة تسعة. المارشين ممكن استطيفه الرجاء اذا كان ده يدرب بواد النيل فده يدرب الشمال القوي. السابت بترو اتلتكو الانجولي بيستضيف الوداد المغربي الساعة تلاتة. المريخ السوداني في القاهرة حيلعب ساندونز حيكون الساعة تلاتة ايضا. جالكس البتسواني مع النجم الساحلي الساعة ستة. سجرادة الانجولي بيستضيف الزمالك الساعة ستة مساء في الواندا. بلوزداد الجزائري بيستضيف التراجي التونسي تسعة مساء. لالي كان سافر منقوص تسع لعبين. فيهم دوليين كبار لكن ظروف الإصابات تخلف عن السفر محمد الشناوي وبدر بنون وأكرم توفي ومحمد المغربي وعمر حمدي وصلاح محسن وبرستاو وأيمن أشرف ووليد سليمان. سافر بيتسو موسماني بقايمة ضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني كريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية ومحمد محمود وحمدي فاتحي وقاليو ديانجو ومحمد مجد آفشة وحسين الشحات. لويس مكسوني ومحمد شريف وطهر محمد طهر وأحمد عبدالقادر وحسام حسن وهنا بالنسبة لمحمد عبد المنعم المدافع الدولي كانت ثارت أو ثارت إشاعة أنه ما يحقلوش اللعب استنادا إلى إنزالات خدها في كاسو الأمم الأفريقية والتحاد الأفريقي رد أنه المسائل منفصلة بين البطولات عن بعضها. فبالتالي عبد المنعم جاهز للمشاركة ده القائمة اللي سافر بيها بيتسو موسماني واللي سافر على طيارة خاصة بعد ما مجلس الإدارة الحقيقة وفر للجهاز أو للفريق طيارة خاصة تسافر البعثة على مبارح وترجع بعد المباراة مباشرة إن شاء الله الحقيقة شو يعني ده اللي أنا عايز أقوله بقى الإرهاق مش مسألة ملعب بس يعني أنت جاي من بطولة الدولين اللي عبوا فيها 420-480 دقيقة لا ده أكتر من كده 420-4800 دقيقة أحسبوها بقى 4 مبارات 4 مبارات في 120 480 دقيقة في أقل من أسبوع وبعدين رجب طيارة جم على مصر وبعدين رجب طيارة وجم على الإمارات وبعدين لعب ماتشين وبعدين رجب طيارة ورجع القاهرة وبعدين رجب طيارة وطلعوا على الخرطوم وحركب طيارة ورجع على الخرطوم يعني أنتم مستوعبين يا جماعة المشاق اللي فيها اللي عايبة يعني بتقصوا كثيرا لما اللعب ما يقدرش يديه لك 3 ماتشات بنفس المستوى مع بعض مين يقدر على الكلام ده ده إحنا مجرد الصفر أستاذ براهيم من غير ما نعمل حاجة خدت برد اللي عادة في الطيارة لا أسيبك مني وأنا مش معيار ده أنا لما معيارته بقى مصيبة إنما هو واحد زيك أنت تعب بسم الله ما شاء الله عليك يا عزيزي